اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نناقش فيها اعلان الحكومة عن مصفوفة اتفاق جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض اعلنت الحكومة اليوم عن توقع مصفوفة سحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا عودة القوات المتفق عليها بين الطرفين وفق اتفاق الرياضة وقال احمد عبيد بن داغر مستشار الرئيس هادي انه تم انجاز مصفوفة عودة القوات منعا لأي تفكير بالقيام باعمال عسكرية مستقبلا مشيرا الى ان التنفيذ سيتم خلال الساعات القادمة كما نصى عليه الاتفاق ولفت بن داغر الى ان اللجان المكلفة من الجانبين منحت فترة تنفيذ لا تزيد عن عشرين يوما تبدأ السبت المقبل وبحسب المستشار الرئاسي فان محضر الاتفاق ينص على جمع الاسلحة السقيلة والمتوسطة من عدن تحت اشراف مباشر من السعودية واشار الى انه في منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها الساعات القادمة سيصدر الرئيس هادي قرارا بتعيين محافظ ومدير امن لعدن بعد التشعور ثم تمنرأى في ذلك تكريسا للتمرد في عدن وتجميدا زمنيا اضافيا للمعركة الرئيسية مع الانقلاب في صنعه والذي قام التحالف لاسقاطه نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد متابعة تقرير الزميل ودي عطا بعد خمسة وستين يوما من التوقيع على اتفاق الرياض وبينما كان منتظرا الاعلان عن تنفيذ اهم بنوده والتي في صدرتها تشكيل حكومة جديدة واعادة تشكيل ودمج قوات الامن والجيش وتعيين محافظ ومدير امن للعاصمة عدن يفاجأ الجميع بالاعلان عن مصفوفة جديدة لتنفيذ الاتفاق نفسه مراوحة في المربع نفسه بل يمكن القول ان الطرف الانقلابي اعادت موضوعه في عدن وابين وتعزز تسليحه عبر الاماراتيين في شبوة ما يجعله اكثر استعدادا لجولة حرب جديدة الحكومة الشرعية عبر المستشار الرئاسي احمد بن دغر اعلنت توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين وفقا لاتفاق الرياض بن دغر الذي كلف برئاسة لجنة الاشراف على تنفيذ هذه المصفوفة قال ان التوقيع عليها من شأنه منع اي تفكير في اي اعمال عسكرية مستقبلا لافتا الى ان اللجان المكلفة بين الجانبين منحت مهلة لا تزيد عن عشرين يوما تبدأ من يوم غد السبت خلالها سيتم تنفيذ صفقة تبادل اسرى بين الشرعية والمتمردين كاثبات حسن نوايا وبمجب محضر الاتفاق على هذه المصفوفة فانه سيتم جمع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن تحت اشراف مباشر من قوات الواجب السعودية الامر يثير تساؤل عن مصير الاف القطع التي جرى تهريبها من عدن الى معسكرات تتبع المتمردين في ابيان والضالع ويافع مراقبون رأوا في هذه المصفوفة خطوة لشرعانة تمرد اكثر منها تسوية كونها تعزز نديته للشرعية اضافة لكونها خطوة تجمد المعركة الرئيسة مع الانقلاب الحوثي في صنعاء والذي من اجله اصلا قام التحالف اهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام وارحب بضيوف ينضم الينا من ابها الكاتب والمحلل السياسي السعودي سلمان عسكر وايضا ينضم الي من اسطنبول الباحث المهتم بالشأن اليمن يا سيد محمود علوش مرحبا بك سيد محمود وايضا مرحبا بك سيد سلمان وأبدأ معك سيد سلمان بعد مرور خمسة وستين يوم تقريبا على اتفاق رياض الحكومة تعلن عن مصفوفة لتنفيذ الاتفاق ما الذي يجعلنا بحاجة لمصفوفة التنفيذ مع ان بنود الاتفاق كانت واضحة بداية انا حييك سيدتي وحيي ضيفك من اسطنبول وايضا السادة المشاهدين بالحقيقة يعني انا لا اجد مبرر لهذه المصفوفة التي اطلقها من دغر هل يعالج السكم بالسكم او يعالج الداء بالداء هناك اتفاق واضح وصريح وهو اتفاق الرياض الذي جرى بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وحدد بفتحة زمنية معينة في حينها للأسف ان الحكومة الشرعية لم تطبيق او لم تبدأ في تطبيق بنود هذا الاتفاق فعليا على ارض الواقع والان هي تتمادى عبر بن دغر لوضع مصفوفة لا اعلم ماذا يراد منها والى اين ستتجه بالحلول او بالاتفاقية التي حدثت في النار الامر واضح وصريح وليس هناك امر يدعو الى وضع هذه المصفوفة التي اطلقها بن دغر بن دغر كما نعلم بانه كان في فترة من الفترات رئيس مجلس الوزراء ولم نجد من هذا الرجل حلا واحدة او تقدم للحكومة الشرعية حتى نقول بانه الرجل الذي جمسك مستح القلول اعتدر المقاطعة ولكن حسب قولك انك يفهم من قولك ان المصفوفة قد تكون اجتهاد شخصي من بن دغر المصفوفة كانت برعاية سعودية انا لا اتكلم عن تكرة المصفوفة او هذا الرئاية السعودية من اتفاق الرياض ليست بجديدة من احمد بن دغر يعني اتفاق الرياض كان واضح وصريح القوات السعودية متواجدة وليست جديدة وليس احمد بن دغر الذي سياتذ هذه القوة القوة اتت وفق الاتفاق الذي حدث في الرياض منذ قرابة 65 يوم يعني يجب ان لا نضمن على الحكائق ولا نقول انها مبادرة بن دغر نحن نقول اين الحكومة الشرعية التي كان من المتفق ان تعود الى عدن خلال 20 يوما من قبل شهرين هذا هو السؤال المهم اغلب الوزراء الشرعية غير موجودين على الارض في عدن معين عبد الملك رئيس الحكومة في عدن منذ بعد التوقيع على الاتفاق يا سيدتي وجود عبد الملك كعدمة بما انه رئيس لمجلس الوزراء كان من الاحرى ان يحضر الوزراء كان من الاحرى ان يصير في الطريق الذي رسمت عليه خطة الرياضة واتفاق الرياضة الموضوع يا سيدتي يهم اليمن ويهم عدن بسجرة خاصة ايضا دعيني اعرج على نقطة مهمة وهي اشارتك الى ان الرئيس هادي سيعين محافظة لعدن يعني ما عليش خلينا الامر يعني منذ وفاة المحافظة اللواء جعفر سعد رحمه الله وعدن مريضة لماذا لم يتم العلاج من حين يعني من قلبة عامين او عام ونص عام لماذا لم يتم وضع حل لماذا لم يتم خيار محافظة قوي بحجم جعفر سعد ايضا كما نعلم بان اللواء شلال يسعى بعدن يعني لا يعلم ماذا يقدم هذا الرجل مدير امن عدن بالعكس ان هناك معلومات تؤكد بان اغلب المشاكل والاحداث الامنية التي حدثت في عدن كان راس البلاء فيها هو اللواء شلال يعني لماذا الصمت لماذا الحكومة الشرعية لا تتحرك لماذا لا تحدث التغيير قبل ان يحدث هؤلاء التغيير اذا لم تتحرك الحكومة الشرعية بجدية وفعلية على عرض الواقع وان لا عليها ان تنسلت بالتغيير من هؤلاء الان منهم في عدن يعبزون بصراحة وليستمون بالمواثيق وليحترمون الاتفاقيات بالامس كنا نشتكي من الحوذي ومن اساليبه القدرة في نقب المواثيق وعدم الانتزام بالمعاهدات الان للأسف نجد البعض وانا اقول البعض حتى لا يغضب الكل يمارس ذات الاسلوب ويعمل ضد الشرعي ويطعن في الشرعي وفي المقابل نجد الشرعية في سبات في سبات اي نهي عن التغيير من وقت مبكر بن تغيير الآن يعني هذا القرارات التي يحاول أو هذه المصفوات ماذا يريد في الأخير اليمن ليست بحاجة إلى مصفوات بن تغيير سيدتي اليمن بحاجة الشرعية ممثلة بالرئيس هذه هي في السعودية سيد سلمان سأعود إليك استمح لي لأن أنقل التساؤل إلى ضيفي محمود علوش الباحث بالشان اليمني مرحبا بك مجددا سيد محمود إذن كما استمعت لحديث سيد سلمان يقول أن لا يحترم ولا يتم الالتزام بالمواثق والاتفاقيات من قبل طرفي الموقعين على الاتفاق كيف يمكن فهم الإعلان الآن عن مصفوفة اتفاق لتنفيذ اتفاق لم يتم تنفيذه بمدة محددة زادت عن الشهرين تحية لك وتحية أيضا لضيفك الأستاذ سلمان وإضا لمشاهديك المحترمين يعني طبعا نحن مضى أشهر على إعلان الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وحتى الآن لا يوجد هناك ما يوحي أو ما يشير على الأرض بأن الاتفاق تم تنفيذ جزء كبير منه أو حتى جزء قليل منه للأسف لازم في مربع الصفر لعلى أهم شيء يمكن الآن أن يدعو للتفاق هو أنه لا يوجد صراع مسلح في جنوب اليمن لكن هذا لا يكفي لابد من أن تكون هناك خطوات لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع الآن استمعنا إلى الإعلان الجديد من سيد أحمد بن بغر عن المصفوفة أنا أعتقد بأنه هي محاولة ربما لتنفيذ الاتفاق من خلال البحث عن اتفاقات وما يشبه مصفوفات أخرى لكن هذا قد لا يفي بالغرض لابد أن يكون هناك دور واضح في الحقيقة الحكومة الشرعية وحتى المجلس الانتقالي لا يكفي أن يكون نيتهما متوفرة أو غير متوفرة سواء لتطبيق الاتفاق أو لعدم تطبيق الاتفاق هناك دور مهم للتحالف العربي المملكة العربية السعودية هي من تقود هذا التحالف في اليمن وبالتالي لابد أن تلعب دور واضح في سبيل تنقيض هذا الاتفاق لأنه كلما طال أمد الأزمة في جنوب اليمن كلما بات من الصعب على الشرعية أن تواكد المتغيرات التي تجري على الساحة اليمني علينا أن لا نعذر المشهد اليمني عن المشهد الأقليمي هناك توتر أقليمي متصاعد الإيرانيون يحاولون أن يستثمعوا الآن في أكثر من منطقة في صراع المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية واليمن هو جزء من المشهد الأقليمي الذي يرتبط به إيران وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف على الأقل أن نكون أمام تحالف تحالف داعم للشرعية قادر على أن يقود هذه المواجهة الآن فيما يتعلق بالمشهد الأقليمي ككل وبالتالي أنا أعتقد أن يجب أن يكون هناك دور هام للتحالف العربي والمملكة العربية السعودية على وجهة تحديد للضغط على جميع الأطراف سواء كنف الحكومة أو المجلس الانتقادي الجنوب وتحويل هذا الاتفاق من اتفاق على الورق الى اتفاق على أرض الواقع سيد محمد إذن اسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى سيد محمود إذن سيد سلمان يقول سيد محمود أن الدور الآن بيد التحالف هو من يرعى هذا الاتفاق وهو من أوجد هذا الاتفاق وهو من بيده أن يجبر طرفي الاتفاق على التنفيذ ما مدى قدرة الجانب السعودي خاصة على إلزام الأطراف بالتنفيذ يعني ما عليش الجانب السعودي ما يشار إليه منذ العربية السعودية أو حتى التحالف العربي ما قاموا به بصراحة هو تقريب وجهات النظر وهو عقد اللقاء بين الطراثين مثلا في حكومة الشرعية فقامة الرئيس عبدالربو هادي منصور وأيضا المجلس الارتقالي تم اللقاء وتم الخروج باتفاق مصالحة جرات وساطة سعودية ومشاركة التحالف الشرعية في اليمن هذا الاتفاق يعني استند إلى عدد من المبادئ أبرزها لانتزام بحقوق المواطنة وهذا هو المهم الكامل ونبد التمييز الحنصري أو المذهبي أو المناطقي وفقا للحملات أو إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بالحقيقة أن هذه الأمور تم تجنبها حين الإعلان الاتفاق الرياض ولكن الأمر الأهم من ذلك هو البدء في الخطوة الثانية وهي تواجد الحكومة الشرعية على الأرض في اليمن إذن إلى بدء تسليم السلاح ما شابه ذلك هذه الخطوات للأسف لم يبدأ الأخوة لا في الحكومة الشرعية ولا في المجلس الانتقالي تنفيذها أنا لست في حاجة إلى نبط التمييز المذهبي والمناطقي وإيقاف الحملات الإعلامية والاستمرار في تملك السلاح لكل طرف في عدد لن نوصل إلى حل هو المشكلة المتحدة في اليمن هو السلاح ما أصبح السلاح بيد القريب والبعيد الصغير والكبير من هو بدء الشرعية ومن هو بدء اليمن لو كان هناك بدء فعلي وأنا حمل المسئولية على الآن وأمام كل المشاهدين للحكومة الشرعية لو كان هناك حضور والتزام بعد عشرة أيام كما تم على الوصول إلى عدن للحكومة الشرعية المتمثلة برئيس مجلس الوزراء في الملك معين وطاكمه الوزاري لكان لا تلعب الشرعية ولم نجد مدخل نلوم أو نعاتب الشرعية ولكن بعد يومين لا نلاحظ أنه وزير الصحة ووزير رئيس مجلس الوزراء واثنين أو ثلاثة وزراء آخرين أين البقية؟ أين البقية؟ هل الاتفاق مجرد كلام؟ أو صوالف لإيه؟ هذه حكومة، هذه دولة لابد من الالتزام في الجانب الآخر الأمر الذي لابد أن نعيه ونلتزم فيه يعني ما أحترامي حتى المجلس الانتقالي لم يبادل لم يبادل إلى التكارب مع الشرعية وفق البنوت والاتفاقية الرياض يعني كان على الأكل عقد جلسات لقاء شوارات اجتماعات نواية طيبة ليست في تسليم الأسرة يا سيدتي لا مثلا نقول هذا بالزمن المليان يعني عندما يستعرضني يا أحمد بن دغر أن تسليم الأسرة هذا ليس له علاقة بالاتفاق تسليم الأسرة بين من ومن يا أخي؟ تسليم بين حكومة شرعية ومجلس الانتقالي الآن نحن نقول للحوديين يسلمون الأسرة اليمنين الذين هم لديهم وليس الآن نطالب من الحكومة الشرعية نطالب من أسرة لدى المجلس الانتقالي هذا الكلام كلام صغير للأسرة والأيوة الصريعة حلول يجب أن نبدأ من رأس الحل الأساسي لهذه المشكلة وهو تسليم الأسلحة لم يتم الشيء بالحضر أنا أتفق معي يعني جسيا مع الجانب ولكن يجب أن لا نرأمن المملكة العربية السعودية كل الحمل أو العفع المملكة العربية السعودية في الأخير دولة قدمت ما لديها من وساطة ومن تقارب وتقارب وجهات النظر من وضع حلول وما شابه ذلك ولكنها لا تملك أرصى موسى لأن تقول لليمنيين تعالوا على كلمة واحدة يجب على عقلاء اليمن سواء في الحكومة الشرعية أو في المجلس الانتقالي أن يضعوا هم المبادرات الحقيقية والفعلية للعلون وأن يبدأوا وأن يبادروا لا ينتبروا من أحدا أن يمسك بأيديهم ويصير بهم من المطار الصحيح سواء عن التحالف والمملكة العربية السعودية قدمت ما لديها سيدتي وما أعتقد أن العقلاء في الشرعية وفي المجلس الانتقالية أول هذا الكلام نعم سيد سلمان بالحديث على جزئية السلاح سأعود للتوسع بهذه النقطة والحديث على الألف من قطاع السلاح التي تم نقلها مؤخرا من قبل الانتقال إلى أضالع ويافع ولكن اسمح لي أن أعود إلى سيد محمود علش سيد محمود إذن إذا كانت بنودة الاتفاق واضحة ولا حاجة لمصفوفة الاتفاق ما الذي يحدث؟ هل يتم الهروب من المشكلة؟ أين تكمن المشكلة الحقيقية في عدم تنفيذ الاتفاق؟ يعني في الحقيقة نحن أمام مشكلتين أساسيتين المشكلة الأولى وجوهر المشكلة الحقيقية أن هناك حالة من الإعدام الثقة بين طرفين الصراع الآن في جنوب اليمن بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي والتالي أنا أعتقد بأن إعادة ترميم الثقة بين الطرفين لحاجة لمزيد من الوقت لكن نحن لا نملك رفاهية الانتظار اليمن لا يملك كثير من رفاهية الانتظار لأن يعاد ترميم الثقة بين الطرفين وهنا أنا قصد أن يكون هناك دور واضح للتحارف العربي السعودية معنية بما يجري في جنوب اليمن وأيضا دولة إمارات معنية بما يجري في جنوب اليمن كيف سيد محمد؟ سيد سلمان يقول السعودية بدلت كل ما بوسعها سيد محمود أعتذر سيد سلمان يقول السعودية بدلت كل ما بوسعها وقامت بتقريب وجهة النظر بدلت السلاح والمال كيف يمكن للسعودية أن تقوم بالدور الذي أنت تتحدث عنه؟ نعم من دون أدنى شك السعودية كان لها دور حتى إبرام الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة يعني أن السعودية كان لها دور مهم فيما يتعلق بإبرام الاتفاق لكن الآن نحن أبرمنا الاتفاق يعني نحن قطعنا 50% من المسافة لابد أن نكمل 50% الأخرى لا يكفي نحن أن نقرم الاتفاق وأن نعلن عن الاتفاق وأن نضغط على الأطراف الجلوس على طاولة واحدة وعندما ينتهي الاجتماع ويتم الإعلان عن الاتفاق نقول بأن الأطراف الأخرى هي معلية وحدها بالتنفيذ هذا الأمر غير منطقي ونحن لا نقلل من دور السعودي في الحقيقة أنا عندما أتحدث عن هذا الأمر أريد أن أشدد على أهمية الدور السعودي الآن أو احتكمال الدور السعودي على الأقل فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق لإنهاء الصرع في جنوب اليمن أنا أعتقد أن التحالف العربي والمملكة العربية السعودية والإمارات بإمكانهما أن يلعبا دورا كبيرا في إعادة ترميم الثقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الأمر المهم والثاني بأنه علينا أن نفهم أمر مهم جدا ما هو الهدف من اتفاق رياض الهدف من اتفاق رياض ليس فقط إنهاء الصراع في جنوب اليمن بل إعادة الشرعية إلى المناطق التي خرجت منها كيف تعود الشرعية إلى المناطق التي خرجت منها هناك عنوين واضحة يعني إعادة الشرعية إلى المناطق التي خرجت منها يبدأ أولا بأن يسلم السلاح الموجود بين المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الحكومة وبالتالي هناك خطوات واضحة من المهم أن يتم تنفيذها على أرض الواقع من أجل أن نبدأ فعليا بتنفيذ الاتفاق في المقابل بالطبع هناك خطوات أيضا على الحكومة أن تقوم بها يعني نحن أحد أهم بنود الاتفاق تعلق موضوع تشكيل حكومة مناصفة بين المجلس بين الشمال والجنوب وهذه خطوة مهمة أيضا يعني وأنا أعتقد بأنه هذا في الحقيقة مهم جدا يجب أن نبدأ بتنفيذ اتفاق رياض على أرض الواقع والتنفيذ لا يكون من طرف واحد يجب أن يكون هناك تصور واضح وشامل لعملية تنفيذ الاتفاق وهذا التصور الواضح والشامل لا يقل أهمية عن التصور الذي أدى إلى إقرام اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنو نعم إذن سيد محمود علوش الباحث العرب المهتم بالشان اليمني شكرا جزيلا لك كنت معي من اسطنبول مشاهدنا الكرام نرحب الآن ينضم إلينا عادل المسني الباحث والكاتب اليمني الذي ينضم إلينا من اسطنبول سيد عادل ما هي أبرز التهديدات التي تهدد الآن اتفاق أرياض وهل كان الاتفاق بحاجة لهذه المصفوفة أنا تتصوري أنه غيبة جدية من قبل جنوب التحالف هو أكبر رعاية أمام هذا الاتفاق لا يبدو أن هناك رؤية واضحة أولا للتحالف ولا نية أيضا لتنفيذ هذا الاتفاق وهذا واضح من خلال هذه الفترة الطويلة التي مرت دون أن يكون هناك إقراءات حقيقية على الأرض الأمر الذي يعطيه مؤشرات حقيقية بأن التحالف لا زال على موقفه القديم من الشرعية خاصة أن هذا التحالف جاءت هذه الميليشيات لتكون بديلة عن الشرعية أما لبعض اليمنيين في هذا الاتفاق على أعتبر أن هناك من عصاب أو متغير في الموقف السعودي قد أيضا يلعب دور في حالة أمور في المناطس المحرورة والتالي أيضا يرمم العلاقة يعني معها الشرعية لكن يبدو أن هذا الوقت القويل الذي مرتون أن يكون هناك إقراءات حقيقية تنفيذية على الأرض يعني بدد هذه الشكوك لا يبدو أن هناك رغبة حقيقية لدول التحالف بانتصاص الأزمة في المحافظات الجنوبية التحالف يديه مقومات تنفيذ هذا الاتفاق إذا أسرت الإرادة السياسية هذه الميليشيات هي فديعة للتحالف وبالتالي هي من تتلقى قلبي المعونات وستتلقى دعم الكامل والسلاح والتمويل من دول التحالف وذي كان أيضا المملكة العربية السعودي والإمارات مارسة الضموط على هذه الميليشيات والانضماء والانخراج في الاتفاق إذا كنا توفرت الإرادة لكن غياب الإرادة السياسية هو الذي مكن لهذه الميليشيات أن تتمرد أيضا على الاتفاق وتمارس هذا العبس في الساحة الجنوبية أعتقد أنه المتغير الآن ربما يعني إذا وجدت إلى المتغير هو في هذا الأزمة المحتدمة الآن مع إيران ربما هناك تخوف من أي عمليات يعني انتقامها تقوم بها الحركة الحالسية به آج من إيران على المملكة العربية السعودية خطوا أن هناك تأهوب كبير داخل المملكة العربية السعودية في هذا السياس ربما تدفع أيضا من تحقيق خطوة في لبلبات الأمور في الساحة الجنوبية ونحن نراعي على هذا المتغير المهم في العلاقة مع الساحة ربما هذا التهديد الجديد ربما انتقامها أيضا مع إيران قد يشجع أيضا جول الساحة على أيضا تسويح الحقيقية في الساحة الجنوبية نعم سيد سلمان إذا العودة أخيرة إليك ركزت في حديثك عن عدم عودة الشرعية وكانت مرتهن عودة الشرعية بتسليم السلاح من طرف الانتقالي وخلال الشهرين التي تلت توقيع الاتفاق الانتقالي كان صاحب الكلمة الأقوى وصاحب القوة في عدن وقام بتهريب آلاف قطع السلاح السقيل والمتوسط إلى الضالع ويا فكيف يمكن فهم هذه التصرفات شيء طبيعي أن يحدث مثل هذا الأمر شيء طبيعي جدا رغم أنني لا أعمل في دليل حتى أتكلم في هذه النقطة ولكن أكون مثل هذا جائز أن يحصل ويحصل أكثر أنا كنت يا سيدتي بولي سيدكريم في لقاعات سابقة معكم كنت أهاجم المجلس الانتقالي بريئة اللواء عيدروس وكنت أوجه لهم بالصراحة أشد أنواع الكلمات والعتب والغضب من التوجه الذي قاموا به لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أحدثوا بالصراحة أو خرجوا في وقت لم تكن اليمن بحاجة لخروج هذا المجلس الانتقالي وكنا نحمل المجلس الانتقالي كل الأعداء والمشاكل وما حدث في الجنوب الآن مع احترامي للحكومة الشرعية كان من المفترض أن يتم تعيين وهذا وفق بلود الاتفاق الرياض سيدتي قاعدة أمنيين في الجنوب أيضا محافظين وكان ينتظر من الرئيس اليمني أن يعين محافظ ومدير الأمن ومحافظة عدن خلال 15 يوم من تأخذ توقيع الاتفاق كما يتم تعيين محافظين لأبين والطالع خلال 30 يوم الأمور يعني التأخذ للشرعية يعني الآن بالله عليك يا سيدتي الاتفاق كان في 5 نوفمبر 2019 يأتي الآن ونكون بنعين محافظ ومدير الأمن لعدن بعد كم وقت إذن التخاضر هو من الشكل أنا أعلم يقينا بأن البعض سيأتي للتصال أو يتكلم معي من الأطراف الشفعية بعد تربطنا على تطيبة وسيقول يا أخي أنت تحمل الشرعية أنت تحمل الشرعية يا أخي أنت تحمل الشرعية أقول أن الشرعية تصير كسر حصاء لا تلتزم بمواعيدها أو باتفاقياتها أو بالعوت التي تضربها الرواتب يعني معلش عبد الملك معين وهذا الرجل يعني بصراحة لا أعلم أين وجوده من الإعراق ماذا قدم اليمن أو ماذا قدم بعد عودة لذا لا يجب أن لا نتوقع أفضل مما كان ما يحدث الآن سواء من تهريب الأسلحة إلى الضالع أو يبين أو غيرها أمر طبيعي في ظل وجود انفلاس أمني في عدن الأمن في عدن لم يعد إلى استكراره الأمن في عدن يعني بصراحة منذ السنة ونصف السنة الوضع مخيف جدا الأمور معيشة بالبركة فلذا لا نستغرب أن تهرب الأسلحة ولكن هو السؤال الذي خلف هذا الأمر والذي يجب أن نتسأل عنه جيدا لماذا تهرب الأسلحة وما هو المغزى من تهريبها وما هي الأهداف التي ستستخدم لها لاحقا هذه الأسلحة أخشى أن يكون هناك فتنة أكبر مما حدث في عدن خلال الفترة الماضية أخشى بأن هذا التسيب وهذا الإهنال وهذا الضياء سيضعنا على مفترك الطرق لذا أنا أقول وأكرر وأطالب من حكومة الشرعية اليمنية أن تتقدم خطوة للأمان وأن تبادر بشكل آجل لمعالجة تأخرها خلال الأشهر الماضية لأن كل تأخر حدث هي تتحمل وضحت الفكرة سيد سلمان وضحت الفكرة وضحت الفكرة سيد سلمان عسكر المحلل والسياسية السعودية كنت معنا من أبها شكرا جزيلا لك عودة أخيرة إليك سيد عادل المسني وباختصار هل فعلا الشرعية هي من بيدها أن تتقدم خطوة لتنفيذ الاتفاق ماذا أيضا بالنسبة لرئيس الحكومة الذي بدأ البعض باتهامه بالتمرد على الرئيس لا فأنا في العكا وحمل النسوليات لأنه من يمسلك القرار في السهل الجنوبية وأيضا الميليشيات التابعة له الشرعية لو بيدها مقاليد الأمور لسحقت هذا الانقلاب ولما سحقت بهذه القوضة في المعظمات الجنوبية الشرعية بالحقيقة قاتلت وحشدت يعني عساكرها في طريق إنهاء هذا الانقلاب لولا التدخل الإماراتي ومن ثم أيضا الاتفاق الذي حسم هذا الحسم الأسكري وبالتالي من يدير هذا الاتفاق هي برعاة المملكة العربية السعودية ومن أيضا له مصلحة بأرقلة رفض الدولة في هذه المحافظات هي هذه الميليشيات التي تمتلك السلاح والقرار في هذه المحافظات الجنوبية وبالتالي هي توصل وتعرقل أي خطوة في طريق يعني إحلال السلام والاستقرار في هذه المحافظات والتي قد ينشأ عنه يعني استعادة المؤسسات الدولة في هذه المحافظات في هذه الميليشيات تعتاش على هذه الفوضى وهي مفولة في الحقيقة من قبل الإمارات ولديها أجندات واضحة منذ البداية وهي من عودت شرعية إلى هذه المحافظات وبالتالي هي تتحمل كما لدى السؤال عن عرقلة الاتفاق صاحب المصلحة الكبرى في تمثيل الاتفاق هي الشرعية لأنها ستستعيد أسساتها صحيح وسأيضا ستضرب على هذا الفوضى والإنحراف في مسار أيضا التحرير وبالتالي أنا أعتقد أن المستفيدة الأكبر هي شرعية خاصة أن لاحظنا شعبية كبيرة في هذه المحافظات وفي اليمن عموما وبالتالي استعادة هذه المؤسسات وهذه المحافظات وتمكينها أيضا من المحافظات المحررة سيكون نقلة كبيرة في تمكين الشرعية المؤسسات وبالتالي تعمل هذه الميليشيات على منع عودة الشرعية بإعادة أيضا من جولة الإمارات وهي المستفيدة من الفوضى والخراب وعرقلة شكرا جزيلا سيد عدل المسني كنت معي من اسطنبول شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا يسعني بالأخير لأن أشكر ضيوفي كان معي من أبهى الكاتب المحلس سياسي السعودي سلمان عسكر وكان معي من اسطنبول البحث المهتم بالشان اليمني سيد محمد علوش وكان معي أيضا من اسطنبول الكاتب محمود علوش وكان معي أيضا من اسطنبول عدل المسني الشكر هو موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وهو لكم من زميل معد هذه الحلقة الزميل وديعاة نلقاكم على خير في حلقة قادمة كنوا في أماني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة